بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ في الدرس الاول من المثلاب في الدرس الاول سنبدأ نتكلم عن شيء بالنسبة للمثلاب انه يتعامل دائما مع المصفوفات تعامل المثلاب من ساعة ما تبنى في البداية الخاصة ان كل يكون التعامل مع مصفوفات نحن الوقت متعامل معها كأننا متعامل مع اي بينارج بام مجهة تانية ويشحسين من موضوع المصفوفات دائما بس البيز بتاعه دائما هو المصفوفة عشان كده لما نيجي نترى نبامك فيه يجب ان نتعلم المصفوفات وكيف ندخلها في المثلاب وكيف ندخلها في المثلاب سنبدأ باول طريقة بدائية في المثلاب سنمسح الشاشة سنمسح الشاشة وبعد ذلك سنبدأ في دخال المصفوفات سنأخذ متغير مثلا نفتح قوس موابة ونكتب في القوس هذا الاقام اللي احنا نريد لو انت عندك مصفوفة صف واحد واحد اثنين ثلاثة 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 وتقفل القوس الموابة ودخل عنده مصفوفة واحد اثنين ثلاثة متسجله في الفاريابول اسمه ايه يجب ان تضيق المسافات اثنين ثلاثة ممكن تضيق المسافات كومه كومه طبعا دخلت المسافات سيجب لك اخر المسافات وكومه بإمكانك سهل وكومه اثنين وصلنا ندخل العمود بدا ما نضع كمه نضع سمي كولن لها فصلة منقوطة بي تسوي واحد سمي كولن اثنين سمي كولن ثلاثة وتقفل القوس وتدخل هلك كعمود مش كصف فاق بس الكمه من سمي كولن لابلك العمود صف طيب انت عاوز تدخل مجموعة من الصفوف مجموعة من العمدة مثلا ماتيكس اتنين في اتنين هتقول ماتيكس سي تسوي واحد مسافة اتنين سمي كولن ثلاثة مسافة اربعة وتقفل باكت تدوس انتر هتطلع لك السي طب فيه طرق تانية فيه طرق تانية لو عندك ماتيكس ثلاثة في ثلاثة مثلا نقول ماتيكس دي تساوي فتحنا اول قوس الولى المربع واحد اثنين ثلاثة المفروض عنز الصف اللي بعدين هدوس انتر اربعة خمسة ست هدوس انتر سبعة تمانية تسعة وقفل القوس المربع اللي عندي هدوس انتر هيسجل هالي باكتب بنفس الطريقة كده يبقى احنا جبنا اكتر من طريقة ادخال الماتيكس جوه المثلاء فيه لسه باكتب توقتانية ممكن استخدمها هدوس لو انت عندك الماتيكس ديت عندها نقول عشرة قيم من واحد لعشرة واحد اثنين تلاتة اربعة لغاية عشرة هتقول مثلا ماتيكس ايه تساوي وتفتح القوس واحد مسافة اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وقفلنا القوس ودرسنا انت حطها لك طب انت هتقول تكتب كل الكلام ده كل ما كتب ببطك وبالذات لو انت بتتكلم مثلا في مئة عنصر متين عنصر طبعا مش هتقول تكتبهم كلهم طريقا احنا ممكن نقول ايه تساوي ونفتح القوس مسلا اول عنصر في البداية واحد بعد كده نقصتين فوق بعض عشرة ونقفل القوس هيفهم من نقطتين وبعض ان انت عندك هتدخل القيام من واحد الى عشرة في الماتريكس ده طيب لو انت قلت له من واحد نقطتين اثنين نقطتين عشرة هيفهم من ان انت عاوز تدخل متريكس ايه سر واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة معناها العنصر الاول يصير واحد العنصر الاخير اللي هو العشرة يمشي بستيب اثنين يعني هيتضيف على كل عنصر اثنين يبقى الاول واحد يضيف اثنين تبقى ثلاتة يضيف اثنين تبقى خمسة يضيف اثنين تبقى سبعة يضيف اثنين تبقى تسعة يجي يضيف اثنين عشان يوصل لعنصر عشرة تبقى على نصر اثنين تبقى خمسة ويقف عند التسعة ليستنيني تبقى خمسة ويتدخل محادة 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 تبقى خمسة سيفتدخل حاجة كثيرة لا يوجد مشاكل نبدل سلب 1 سالة 1 سالة 1 سالة 1 اعادة 1 من 6 27 وهذه السفحة 1 وخصوصاً العدد فيها كسوف فبيطال أن يكتبها أربعة خانات وعلى العلامة العشرية فبيطال أن يكتبها بالطريقة أنه يكتب كولوم واحد صفو تمانية في الصف الأولاني هذا يعني أن الصف فيه من أول الكولوم وقم واحد لغاية الكولوم وقم تمانية وتيجي تعدهم هتلاقي أن هنا أول واحد اللي هي العشرة ثلاثة ثم 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 السلوية السلوية من لا نراكzed لاذا تعلمين أعرف أنه وعندنا تراكيد الوجه ساي Proccix سوف تقوم بتعرض عدد المتغيرات سوف نجد انه يكتب لك انه المتغير اسمه بي سوف يقوم بعمل 1 في 27 دابل نعم نعم مستخدمين الديفولت بتاع المتلاب انه يعمل الاعداد كلها دابل دي تبقى فرمات معينة في المتلاب لكي يقوم بعمل الاعداد فيه فرمات لونج وفرمات شورت اكتب من نوع من فرمات اللي هو عدد الاقام لبعد العلامة العشرية فالدابل دا اللي هو بيبقى فرمات بعد العلامة العشرية فديه متكس 1 في 27 وعرضها لك في الوكي سبيس وكتبها لك طيب بنفس الطريقة لو انا عاوز ادخل متكس تانية بس ايه متدخلة كثيرة مع بعضها حاجات كثيرة مختلفة يعني مثلا متكس هتقول 1 نقطتين اتنين مقشتين عشرة سيطلعنا كم عنصر سيطلعنا خمس عناصر سميكونون انزل الساط اللي بعده ثلاثة أربعة خمسة تسعة تمانية تسعة مقشتين ثلاثة أربعة خمسة تسعة واختل ودوس انتر وده السبب مهم جدا ان من عشرة لستة عشان يقل من عشرة لستة طبعا ما يأضافش لان العشرة أكبر من ستة فكان لازم تحط مثلا استيب ناقص واحد تقدر تكتب من ستة لعشرة وياخد الديفولت بتاعك ان هي الواحد ان استيب بتاعتك تكون الواحد انها من عشرة لستة ملقاش اعداد تسابها لك فاضية كماتريكس فاضية ما فيش اي حاجة فانت عشان تعملها تزود السبب بتاعتك ناقص واحد وتخليها بالطريقة دي تبع عشرة تسعة تمانية سبعة ستة عاوزين بردك نشوف حاجة زي رسائل خطأ اللي ممكن تطلع وانت شغال ان دايما لازم تتعلم ان رسائلت الخطأ هي اللي عتتتعلمك انت غلطت فين والصح بتاعها ايه وانت شغالت الخطأ بتاعك بسهولة لو ماتريكس زي اللي فوق دي بزبط بس بدأ ستة دي خليتها خمسة يعني زودت عنصه في الاخر دي رسائلت الخطأ اللي عتتلعنا فالصحات الخطأ دا بيقولك ان الماتريكس المفروض تكون متساوية لازم عدد الصفوف عدد العداد في الصفوف يسوي عدد العداد في الصف اللي بعديه يسوي عدد العداد في الصف اللي بعديه ونفس النظام بالنسبة للاعمالي سوف تكون مقبولة وبعدك في المثلات مش مقبولة فهي دي ستة الخطأ اللي بيطلع حالك يعني بيقولك ان كل الصفوف لازم تكون هافزة ايه يعني كل الصفوف لازم تكون عندها نفس عدد العمدان دي مسلا من احد رسائل الخطأ اللي عنك لو احنا الوقت استخدمنا استخدمنا فيابل اسمه اي وبي و سي ودي لو جينا على فيابل اسمه اف ودوسنا انت انت تطلع لك undefined function of variable if يعني انا ما عنديش variable اسمه if دي برضا كسرية خطأ لما تستخدم اسم variable وانت نسيت تذكره فوق او ان انت نسيت تحط له قيمة لازم تحط له قيمة عشان يقدر استدعي لو انت عاوز تقعد الماتريكس اسمها دي بيدوس d enter يطلع لك قيمة الماتريكس لو ال d مش موجود هيطلع لك نفس error اللي موجود فوق undefined function of variable d كده احنا تعلمنا اكثر من طرق الماتريكس طب العمليات داخل الماتريكس احنا من الفتاة اخدنا ازاي تجمع وتضرب استخدامه متلاب كالحسبة طب ازاي تعمل عمليات حسابية وانت جوه الماتريكس يعني لما تيجي تدخل الماتريكس وانا افترض ايه مثلا وجوه الايه دي تحتكاتب ان انت عاوز اول عنصر واحد زائد ثلاثة ثاني عنصر اربع زائد ثلاثة ثلاثة عنصر ثلاثة اثنين رابع عنصر ستة في تسعة وافعملت القرص هو بيعمل ايه؟ بينفذ زائمات الحسابية وطلع لها كنتكفي الاخر واحد وتلاثة ربعة اربعة وستة عشر وتلاثة اثنين تسعة ستة في تسعة واربعة وخمسين ويعرض هالك كاماتريكس في الصيغة النهائية طب افرد انت عاوز تكتب تلاث تلاف او مثلا ثلاثة في عشرة قصة ستة احنا بنكتب في الآل حسب ازاي ثلاثة في عشرة قصة ستة وكده يبحث بيحط لك ست صفار بجانب الايه؟ الثلاثة في المتلاب بنحط ايه؟ علامة الايه سواء كابتل او صمون هو بيقبل الاتنين فهتقول له ان الايه دي مثلا هنزود لها عنصر في الاخر الخالص اللي هو ثلاثة ايه اربعة وندوس انتر هيتطلع حالك ايه؟ ثلاثة وجامل منها اربعة اصفار طبعا لو حطيت قصة سالب حيباردك هيتطلع حالك بنفس الطريقة اكي؟ لو حطيت قصة سالب بقت ايه؟ ثلاثة في عشر سالب اربعة يبقى او بوينت او 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 ثري يبقى يحطى لك ثلاثة من ايه؟ من عشر تلاف اه لو جرابناها بدل اي كابتل اي سمول حطناها اي كابتل هيتطلع حالك بردك بنفس القيمة ان هو بيتعامل مع اي سمول زي اي كابتل بالزبط لو مثلا عوزين نعرض عداد مركبة العداد المركبة فيه جزء تخيولي جزء حقيقي تكون بلكس نمبر عندك الامجاني وعندك الايه؟ الريال فبتدخلها المتلابة ازاي؟ لو انت عندك هتدخلها مثلا عدد متغير ثلاثة زائد اثنين اي ثلاثة زائد احنا في الطبيعة بنكتب اي اثنين يعني بنكتب الاي ده اللي هو الرمز بتاع التخيولي وبعد كده بتكتب جنبين اللي وقم بتاعه في المتلاب العكس بتكتب العدد الاول بعد كده الاي هيدخلها لك ثلاثة زائد اثنين اي طب اش معنى؟ اي اثنين حيقولك اندفين فانكشن اي اثنين ليه؟ انه اعتبر ان اي اثنين ده متغير عنده والمتغير ده مش موجود المتغيرات في المتلاب لما تجي الدخلها قلنا المرة اللي فاتت ان ايه سنسف اوي للكابتال السمول وبعدك مفيش متغير اوله رقم يعني ماينفعش ان تكون المتغير ده اول حاجة في اول حرف في المتغير يعني ما تقولش متغير سب اثنين اي ار مايقبلوش اساسا يبقى لازم اول حرف يكون اول حرف يكون ايه؟ حرف عادي عندنا مايتحطش فيه رقم ممكن يكون كابتال ممكن يكون سمول مفيش مشاكل ممكن يكون اي اقام مفيش اي مشاكل ممكن تكون مثلا يو سبعة تمانية ار تي تساوي تسعة حيعمال لك متغير اسم يو سبعة تمانية ار تي تساوي تسعة مايقبلوش اي مشاكل ممكن تحط الشوطة اللي هي قادة اسكور بادك يخزنونك بنفس الطوية بس مش كل حاجة بتنفع اي ما تداشر لو واحد تحطنا له ناقص هيفوتها منك ان هيتابع ناقص دي علامة انت شغال بها فغلط بالنسباله اي علامة يعني فيه علامات مؤينة ما تنفعش لو لتو يساوي بادك بالنسباله غلط فيه حاجة غلط فمش كل العدامات بادك بتنفع اي فانت بادك نحاس موضوع اساميل متغير فحنا نرجع بقى للاعداد مؤكبه بتكتب الاول العدد بعد كده ثلاثة اي اي في اثنين كده سيقبلها منك انه هو اي ده اللي هو العدد التخير بتاعه وضعب فيه الاثنين ممكن تكتب اي في اثنين اي زائد ثلاثة مالهاش علاقة تبدأ بداية بالتخير ولا الحقيق ممكن تعمل كل العمليات الحسابية التي تعملها على الاعداد المؤكبه تعملها جواه يعني مثلا عامنا متغيس مو دي تساوي اثنين اي زائد خمسة وان احنا عاوزين دي قص اثنين هيطلع لك قيمته واحد وعشرين زائد عشرين اي اوكي لو انت عاوز تخليه مثلا تاخد ده وتجمعه على خمسة هيجمع حالك على العدد مثلا الحقيقي يبقى خمسة وخمسة عشر وتخيله ليه فضل زي ما هو الدي دي زائد خمسة زائد ثلاثة اي جمع لك الحقيقي على الحقيقي والمتغير على المتغير وهكذا كل عامات الحسابية ممكن تعملها بطريقة طبيعية جدا على الكمبلكس number بسهولة جدا من نسبة لك وحنتعلم لما اخش في الفونكشن حاجات كتير عن الكمبلكس ازاي تعمل كل حاجة بدأ ما تعملها بايدك انت تجيب تجيب الريل تجيب المجنيتيود تجيب الزاوية تجيب كل حاجة نتعاوزها عن طريق مجموعة من الفونكشن موجودة في المتغير هنتعرف عليها بعد كده حاجة تانية نمسح الشاشة وبالنسبة لمهندسين كهبة بيتعاملوا دايما عن عن الاي على انها الطيارة او الكاونت بتاعنا لما نستخدم الكمبلكس نمبر مع العمليات اللي هي فيها الطيارة وفولت وكلام من ده اعمال مشكلة معها فالطران هما يستخدموا بدأ الاي يستخدموا ج عشان كده المتلاب عملهم حافز ج يشتغل مكان الاي يعني تقول له مثلا 3 زائد 2 ج يقبالها منك على انها عدد تخيلي ويكتبها لك بس في المتلاب جوه 3 زائد 2 اي يعني انت كتبتها جي حيضهالك بدأ على انها اي من جي ان هو عنده جوه بيخزنها اي بس في الحالة الخاصة دي بس شلك الجي وحطي مكانها اي عشان تستخدمها عادي بالنسبة للناس اللي تحب تستخدم الجي مكان الاي زي مهندسين كخب نمسح الشاشة لو احنا مش عاوزين المتغيرات اللي احنا استخدمناها دي كلها هنعمل كليب وندوس انتا بدأك نضفنا الاتنين نضفنا الشاشة بتاعت المتغيرات ونضفنا شاشة الكليب احنا دلوقتي عاوزين نعمل مجموعة من الحاملات الحسابية داخل الماتكس ونفترض ان احنا عندها متكس ايه وحنعمل جواها مجموعة من الحاملات الحسابية زي اللي احنا شفناها يعني عاوزين ندخل complex number نستخدم العدد ونضرب مجموعة من الصفار نستخدم العدد ونضرب ونضرب مثلا ايه نعمل جمع وضرب نعمل كل حاجة جوا الماتكس على مجموعة من الماتكس يعني مثلا نعمل واحد زائد ثلاثة ده الاولاني 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 ثلاثة في خمسة الثالث ثلاثة على اثنين سيميكونوم هنزل الصف اللي بعديه واحد ناقص خمسة بعد كده هنخش مثلا في اثنين قص ثلاثة تسعة قص نص كأن اجبت الجزة كده عملنا ثلاثة عناصر كمان ننزل الصف اللي بعديه اثنين زائد ثلاثة اي اربعة زائد خمسة جي اربعة اربعة زائد ثلاثة اثنين اي زائد خمسة ننزل كمان صف نشوف حرف اي ثلاثة اي اثنين مسافة اربعة اي ثلاثة اثنين مسافة خمسة اي ثلاثة ثلاثة ونقفل القوص متريكس ونقفل انتر عرض لنا متريكس بالطريقة مختلفة مختلفة وهو كتب لك واحد في قس ثلاثة عشان نقدر يعمل طريقة العرض كبير واعداد صغيرة و اعداد كسور واعداد مشترك من الماتريكس كلها العام المشترك اللي هو واحد في اي قس ثلاثة يعني اللي هو الالف يعني الماتريكس دي كلها مقسومة على الالف يبقى انت عشان تجيب اي المنت هنا جوه هتضاوه في كم تضاوه في الالف ونشوف الالم واحد ذات ثلاثة طبعا تكتب لك ربعة من الف تضاوه في الف تديك الايه اللي هتبع ربعة بخمسة بعشرين اعطارلك مثلا اتنين من مية ايه وتضاوه في الالف يدك الايه العشرين الآه الثلاثة على اتنين بايه بواحد ونص وتضاوه في الالف وهكذا واحد نقص خمسة بسالب ببع من الف وتضاوه في الف وحط لك الكمبيلس نمبر حط لك الكمبيلس نمبر التاني والتالت بالتالت طرق مختلفة اللحنة عرضناه وكتب لك الخمسة اي يوث ثلاثة كتب لك عببعة اي سالب اتنين كتب لك مكان ايه مكان اصفار هل ده يعني ان العنصر ده مش موجود طبعا ده لا يعني الموضوع ده خالص وكتب لك الاصفار ديه ان احنا قلنا الديفولت بتاعه ان احنا بنشغلين دابل فبيعرض لك اربع خنات عشرية بس انما هو موجود بس متخزن جوه المتلاب بس مش عايز هالك على الشاشة لو جيت عملت اي عملية حسابية عن متريكس ديه هتلاقي ان ده بيتعامل معك كانه عدد عادي خالص مفوش اي مشاكل يعني لو جبت قيمة الماتريكس وضبطها مثلا في الف هتجيب لك العدد ده عادي جدا اللي هي باعه في اي و سالب اتنين يعني تعيبا باعه من مية تضبها في الف يديك ايه يديك القيمة بتاعتك فهو عشان كده بس متشالة قدامك اصفار بس هي موجودة ومتسجلة جوه المتلاب كقيم وكده احنا ننتهي معنا الدرس الاول بس اهم حاجة ناكس في طريقة ادخال الماتريكس ان دي اهم حاجة بالنسبة للمتلاب في طريقة الاندخال ان ده اللي بيتبانى عليه شغل المتلاب كله عم تاني وشكرا بنا الماتريكس دي هنخليها اف وندوس انتر هتلاقيه هنا خزلك فانكشن في الوكس بيس اسمها اف الاف دي واحد فيه مية يعني هي الفانكشن بتاعتنا اللي هي ميت عنصر من صفر لعشن او استعاد قيمة الاف بتدوس اف وانتر ويعرضك قيمة الاف الميت عنصر فالسيم الكل ما عندنا عشان خاطر ما تعرض لكش القيم طبعا انت شغال فانكشن فيها مثلا خمس ست اه خمس ست اوامر خمس ست اسطور كل سطر في مجموعة الاوام بتاعته ما حطيتش السيم الكل ما هتلاقي الصفحة عمالة بتطلع وتنزل حيات عمالة تتنفس كتير جدا لما تلاقي ممكن يهنج منك او يعملك مشكلة هو طبعا مش هينهنج على طول انما هتفضل الصفحة تتملي درجة ان انت حيقعد يلغي القديم ويحط مكانه اه سطور جديدة فطبعا ما يبقاش لها اي لازمة فانفتكت دايما نحط السيم الكلوم لو احنا مش عاوزينه يقعد نتائج على الشاشة نمسح الشاشة بقى انها تمليت وناخد اخر فانكشن عندنا ايه اخر حاجة عاوزين نشوفها اللي هي دلوقتي انت دخلت variable اسمه F 100 عنصر انت عايف ان هو 100 طب F دي انت وانت شغال في البرماجه ما يبقاش قدامك لووكس بيس ماشي هنشوف الحاجات دي بعد كده انت شغال في البرماجه مش قدامك لووكس بيس طب انت عاوز تعرف عدد عناصر الماتريكس دي قد ايه هنعرفها ازاي هتقوله عندك فانكشن اسمها Lens وتفتح قوس وتكتب الفانكشن بتاعتك الفانكشن اللي هي ايه مثلا F كتب لك 100 يعني عدد العناصر بتاعت ال F دي ايه 100 طب انت عاوز ماتريكس تانية هناخد ماتريكس من اللي احنا كنا عاملينه من المرة اللي فاتت كان فيه ماتريكس كبير عشان خاطر اعاوز ارى ايه طب اللينس ده بجابلك طول الماتريكس طب انت افرد الماتريكس دي حاجة زي دي ايه هنا ديت 4 في 3 طب ههو هتطلع لك ايه هتقول له Lens تفتح قوس وتكتب ايه قال لك 4 تفتح القوس وتكتب ايه قال لك 4 لك 4 طب هيا عشان ارى ارى اعطاك اللي ارى ارى طب نجرب حاجة تانية ناخد ماتريكس تانية خالص مثلا زي زي الماتريكس اللي احنا فوق اعملناها فوق من شوية هاخد ماتريكس اقول له G ساوي هفتح مثلا كده قوس الماتريكس اقول من 1 الى 10 سيمي كولون من 20 الى من 1 الى 10 تانية مش هغاية انها مش هستفيد او بالعداد اللي جواه واقفل ده وحط السيمي كولون عشان مش عاوز اعود للنتيك دي طلعت لك ماتريكس ايه ماتريكس اتنين فى عشو احنا فوق اعطانا ايه اعطانا اعطانا كاتماتريكس ربعة فى ثلاثة وقلت له هاتلى اللينس بتاع الايه راح اعطيك ايه اعطيك ربعة طب هنا عاوز اقول له هاتلى اللينس بتاع الجي اعطاني 10 ما اعطانيش الى اتنين مفروض لو عمل زي اللي فوق كان يديني الى اتنين في الامر لينس بيجيبلك اطول حاجة يعني يجيبلك اذا كانت صفوف او الاعمدة شوف مين الاطول من الصفوف او الاعمدة قيمته اكبر ويطلع لك القيمة او صعف بالزبط قد ايه يعني عدد الصفوف قد ايه وعدد الاعمدة قد ايه هتلاقي فانكشن تانى اسمها يعني الحاجة بتقول size وتكتب جي ونقف القول وندوس enter هتجيبلك اتنين و عشرة العدد الاولان اللي هو عدد الصفوف العدد التاني اللي هو عدد الاعمدة لو قلت له بتاع الايه؟ هيقول لك اربعة ثلاثة اربعة و ثلاثة يبقى العدد الاولان الصفوف والعدد التاني الاعمدة لو قلت له مثلا size بتاع حاجة زي حاجة من كبير حيطلع لك كم يطلع لك واحد ومية يعني صف واحد ومية عمود كده يبقى هوا انت بتاع عرف منه الحجم بتاع المصفوفة اللي انت شغال فيها سواء انت محتاج اطول حاجة خالص او لو هي فكتو مثلا صف واحد زي مية عمودة الحاجات اللي انا شوفناها هتقول له مثلا تستخدم ام الينس على طول لو انت عاوز بقى حجمها عدد الصفوفة دي وعدد الاعمدة دي هتستخدم ام size احنا كده عرفنا function كتب جدا النهاردة تقيبا عدد ال 30 function زي ما قلتلكو الواقق والقلم دايما معنا نسجل اسماء function ونسجل ايه اللي بيخش لها ونسجل ايه اللي بيطلع منها ويسجل ترتيب الحاجة اللي بتخش عشان اعمل زي الينس بيس ما نتلخبطش فيه وندخل مثلا النهاية قبل البداية او الستيب اللي هي عدد المنت قصدي قبل النهاية وطبعا دي بتعمل مشكلة اني مش هتنفذلك زي ما انت عاوز وزي ما انت عاوز احاطت في المرك وشكرا